السلام عليكم ورحمة الله عزائنا وطلاب صف الثالث الابتدائي بدرس جديد من اليونت الأول درس الثاني عنوان درسنا هو jobs jobs يعني الوظائف عندنا طبعا هذه الصورة موجودة في صفحة ثمانية كتاب الطالب الكتاب الملون عندنا بهذه الصورة مجموعة من الصور هذه مجموعة من الصور لأشخاص يعملون في وظائف مختلفة وعدنا هنا أسماء الوظائف فالمطلوب من عندي أن أربط هذه الصور مع هذه أسماء الوظائف يعني أكتب اسم الوظائف تحت هذه الصورة أوكي خليجي نتعرف بالبداية على أسماء الوظائف عندنا الانجينير انجينير اللي هو المهندس IT باريجرامر مبرمج معلومات فارمر اللي هو المزارع أو الفلاح تيتشر اللي هو المعلم هاوسوايف ربة البيت هاوسوايف شوب أسيستنت شوب أسيستنت اللي هو مساعد المحل أو عامل المحل عندنا النيرس اللي هي الممرضة باص درايفر باص درايفر اللي هو سائق الحافلة وعدنا الويتر ويتر يعني النادل شخص اللي يشتغل بالمطعم وعدنا الداكتر اللي هو الطبيب فمثل ما نتجي على الصورة الأولى الصورة الأولى هنا عندي صورة طبيبة أوكي فالطبيب أو الطبيبة نسمي داكتر داكتر فنكتب هذه الكلمة تحت هذه الصورة داكتر داكتر والصورة الثانية عندي صورة نادل شخص يعمل في المطعم نسميه نادل اللي لبي طلبات الزبائن فنسمي العويتر ويتر هاي الكلمة ويتر نكتبها هنا تحت هذه الصورة عدنا هنا بالصورة الثالثة صورة معلمة مثل ما تشوفون المعلم أو المعلمة نسمي أو اسمها تيتشر 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 program نكتبها تحت هذه الصورة هنا عدنا صورة سائق الحافلة سائق الحافلة اسمها نكتبها تحت هذه الصورة عندنا هنا صورة مهندس الصورة الخامسة المهندس اسمه فنكتب تحت هذه الصورة أول كلمة اللي هي كلمة عندنا هنا صورة سادسة صورة عام المحل فالعام المحل أو المساعد نسمي يعني عام المحل عندنا بالصورة السابعة صورة فلاح أو مزارع الفلاح أو المزارع اسمه نكتبها تحت هذه الصورة عندنا بالصورة الثامنة صورة ممرضة الممرضة اسمها وعندنا هنا صورة مبرمج المعلومات نسمي وعندنا بالعاشرة صورة ربت بيت هذه الكلمة نكتبها تحت هذه الصورة فانعير صار عندنا الدكتر ويتر تيتشر باس درايفر انجينير شوب اسيستنت فارمر نيرس اي تي بارغرامر 미�م 3 اي ترى البرمجosaurus ur انجين الوزار ر يو اخبر ب sau انجون الوزار اخبر كيف يرى